اشار مندوب العراق الدائم لدى المجلس السفير محمد بحر العلوم الى ان المفوضية المستقلة العليا لحقوق الانسان في العراق قد استأنفت اعمالها مجددا بعد قرار حلها لحين تشكيل البرلمان الجديد وانتخاب اخرى فيما لفت الى ان ما ورد في التقرير المشترك الذي صدر عن بعثة يونامي والمفوضية الاممية السامية لحقوق الانسان اخذ بعين الاعتبار رغم انه تضمن معلومات غير دقيقة مفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق استأنف اعضاء المفوضية العليا لحقوق الانسان الحاليين اعمالهم منذ تاريخ 10 نوفمبر من هذا العام الى حين تشكيل البرلمان العراقي الجديد وتقديم مفوضية عليا جديدة لحقوق الانسان الى ان لجان التحقيق المختصة تقوم بمراجعة المواضيع كما سبق لوزارة الخارجية العراقية وان وضحت للجانب الاممي ان عددا من المعلومات الواردة في التقرير لم تكن دقيقة وارسلت مذكرة الى مكتب المفوض السامي لحقوق الانسان في العراق بالعدد واحد صفر ثماني تسعة بتاريخ السادس من اكتوبر عبرت فيها عن استغرابها لما ورد في التقرير من الاشارة الى انتهاكاتي في ثلاث منشآت خاضعة لسلطة وزارة الدفاع من اصلي 16 منشآت في حين ان لوزارة الدفاع مركز توقيف واحد فقط ولغاية التاريخ اليوم لم تستلم الوزارة اي جواب بهذا الخصوص ترجمة نانسي قنقر